معنا الأستاذة أمنية من إسكندرية أهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزيك حبيبتك أدوك؟ نعم وفضل الحمد لله رب الله تعالي أسألك على حاجة عني سؤالين وهل الحب حرم؟ أو عيب؟ لأنا كنت لسه أقولك إيه أخبار إسكندرية طيب أصدك الحب بدأت بنستغنمه في حياتنا فأربع معاني هقولهم لك وقولي لي أنا واحد فيهم اللي أنت بتقولي عليه الحب بمعنى العاطفة وأن فيه واحد قلبه مل حد أدي واحد الحاجة التانية الحب بمعنى العلاقة اللي ما بتكونش غير ما بين الرجل والست في إطار الزواج الحاجة التالتة أن الحب أن الواحد يحب الخير ويحب النور ويحب البركة يحب كل الناس والحاجة الأخيرة الحب اللي هو أن الواحد يحس بأن فلان ده بيحبه فيحبه عشان يحبه فدي أربع معاني فأنت أصدق أني واحد فيهم أظن أنت أصدق الأولاني صح؟ إيه؟ أصدق الأولاني اللي هو أن واحد قلبه يميل لحد صح؟ صح؟ إحنا الاتنين بتحب بعض يعني إيه بقى؟ وعايزين بعض وعايزين بعض وحنتجول وعايز جدا جدا كل الكلام ده لازم أهل أنا ثانيا بس أهل اللي بعمل صح؟ أيما أنا هو بقولك هو الله كل ده لازم يبقى في إطار المعروف يعني في إطار إيه؟ قواعد الأدب والأخلاق إحنا بنحب بعض طب إيه اللي حاصل؟ أنا مش هنقول كلام فيه تجاوز ما ينفعش إلا يجوش شرعا ليه طيب؟ لإني ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد ما ينفعش إن أنا أتكلم عن أسراري ما ينفعش أتكلم عن عوراتي ما ينفعش إن هو يشوف عوراتي كل الكلام ده ممنوع شرعا إنما إحنا بنوعد بعض إن إحنا نتزوج ده مش هيبقى فيه شيء بس نخلي بأنا في الكلام ده يا ما حصل قلوبك كسرت من الحكاية دي إحنا في وهج المشاعر وإن إحنا حاسين إن إحنا ما نقدرش نعيش من غير بعض وعدنا بعض ففي حد ركن حد وهو ماشي في حياته وده تغير حتى لو الناس اتفقت فلذلك إيه اللي حاصل؟ بقول لحضرتك بلاش المبالغة في ده المبالغة فيما يتعلق بميل القلب لا تأتي بخير ليه؟ هترفع سعف توقعاتك وإن هو هيكسر الدنيا عشان يجيب لك حتة من السماء وهو في الآخر خالص هتحكمه إمكانياته وفي الآخر خالص هيعرض الحب اللي أنت بتقولي عليه ده على إمكانياته وممكن ببساطة ييجي يقول لك والله أنا مش قادر حبيتك بس الإمكانيات مساعدتش ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم الباقة فليتزاوج أنا مش مستطيع فعشان كده إيه؟ بالعقل لا في محرمات ولا في مبالغات وما فيش مانع الحب كعاطفة ما حدش يقدر يتكلم على إن الحب ده حرام لكن الآثار المترتبة على هذه العاطفة إزاي يا أحد يعمل كنترول وأنا دايماً بقول للبنات كل ما تقدر تعمل كنترول على حبك كل ما تكوني محل ثقة لشريك حياتك المنتظر لكن هم بيلحظوا بيبقوا متوقفين أنا بيكلمك باعتبار راجل بيبقوا ملاحظين هي مع واطفها بتغلب عليها فيفضل عند كتير من الناس عندهم هاجس ده ما قدرتش تسيطر على عاطفتها فيفضل يتعامل معها دايماً بالتشكك هي تقدر تدير عواطفها ولا لا كل ما تقدر تدير عواطفها وما تسمعيش كلام حد يقولك ما أنت لو كنت بتحبيني كنت بيينتيري حبك هذا كلام يقصد به الوقوع في المبالغات والمخالفات ما تسمعيش الكلام ده اللي بيحب بيحب قيمة والإنسان لما بتنازل عن كرمته بيتنازل عن قيمه فما بيبقالهش قيمة الإنسان لو ما حفظت على القيم لا تكون له قيمة في أمتي الكلام؟ في الكلام واضح